السلام عليكم لا شك أن كل دولة لديها الزي الرسمي الخاص بها ويختلف كثيرا عن الدول الأخرى حول العالم في مقطع اليوم سنعرض لكم الزي المدرسي لبعض دول العالم فتابعونا ولكن إذا كنت من عشق هذه الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع يعتبر القانون الإنجليزي صارما في هذه الناحية وعادة ما يرتدي الأطفال الزي الأزرق لأنه يجعلهم يشعرون بالهدوء وكل مدرسة تضع قوانين زيها الخاص بها وبعضها تكون قاسية مثل عدم ارتداء سراوي القصيرة أثناء درجة الحرارة المرتفعة والفتيات لديها الحرية في ارتداء البناطيل القصيرة وفيما يخص الأولاد فأنت تترى زيهم الآن أمر لا يمكن تصديقه في أي دولة أليس كذلك؟ كوبا الآن سنسافر إلى أمريكا الجنوبية حيث دولة كوبا التي تشتهر بتنوع زيها المدرسي فيمكنهم ارتداء قمصان بيضاء وجيبات صفراء أو قمصان سماوية على جيبات زرقاء أيضا يرتدون قميص أبيض وجيبات حمراء بالإضافة إلى رابطة عنق باللون الأحمر أو الأزرق تحددها الدولة اليابان لا يمكننا إغفال اليابان ضمن هذه القائمة ويسمى الزي المدرسي الياباني للفتيات باسم سيفوكو هو زي مشهور حول العالم بفضل مسلسلات الإنمي وكوميكس المانجا ويتكون من سطرة بطراز اللبس البحري وجيبات قصيرة وحتى تبدو الفتيات أكبر سنا عادة ما يرتدون حذاء بكعب وجوارب طويلة بيضة ضرورية أيضا وحتى لا تسقط الجوارب يقومون بوضع صنغ خاص على سيقنهم ياله من ذكاء ياباني أستراليا يتشابه الزي الأسترالي بعض الشيء مع الزي الإنجليزي لهذا يبدو أنه نفس الزي المدرسي في بريطانيا ولكن بألوان أخرى وواسعة بعض الشيء أيضا يرتدون القبعات ناظرا لحرارة الجو إندونيسيا تشتهر هذه البلد الأسيوية بنظام مدهش لسيما أن كل مرحلة دراسية لديها لونها الخاص عادة يكون الجزء الأعلى عبارة عن قميص أبيض ولكن الجزء السفلي يختلف وفقا للسنة الدراسية وهناك عدة ألوان مثل الأحمر والأزرق الغامض والرمضي ومن أشهر العدد في إندونيسيا هو إقامة حفلات الألوان عقب ظهور نتيجة العام الدراسي الصي ربما تكون من أغرب البلاد في أسلوب الزي المدرسي لأن الطلاب عادة ما يشترون أربع درجات مختلفة من الزي الأول يكون لأيام الاحتفالات والثاني للأيام العادية والثالث لأيام الصيف والرابع لأيام الشتاء وزي الأطفال يعتبر مميزا للغاية ويجبه كثيرا من الملابس الرياضية الآن سنطير إلى دولة أفريقية تحديدا غانا حيث تعاني العائلات من فقر شديد ما يجعل شراء الزي المدرسي أمرا صعبا ويعقد فرص تعليم الأطفال وللقضاء على هذه المشكلة قامت الحكومة الغانية في عام 2010 بتوزيع الزي المدرسي بطريقة مجانية في مدن مختلفة ما ساعد على دخول الأطفال للمدارس وطلق التعليم بدون أي مشكلة سوريا يتغير لون زي المدارس في سوريا من اللون الزيته العسكري إلى اللون الزهري أو الأزرق السماوي وفقا للمرحلة العمورية ليمثلوا حالة السلام التي يرغبون في عيشها داخل الشرق الأوسط وإن شاء الله يوما ما سيحققونه ويعودون إلى أرضه فيتنام الزي المدرسي في فيتنام يعتبر شائع عن بعض الشيء وعادة ما يرتدون قميصا أبيضا مع سروال أزرق قصير ورابطة عنق حمراء ولكن فتيات المرحلة الثانوية يضطرون الارتداء فستانا أبيضا طويلا وكأنهم أميرات ألا تصدق هذا؟ في رأيي أعتقد أنها واحدة من أجمل الأزياء المدرسية في العالم كوريا الجنوبية في كوريا الجنوبية تستمر الحصص الدراسية من الصباح حتى المساء لهذا لا تتعجب من اعتقاد البعض أن المدرسة بمثابة منزلهم الخاص لأنهم يقضون أكثر وقتهم في هذا المكان وقانون الزي المدرسي في كوريا يعتمد على سياسة كل مدرسة ونظرا لتواجدهم طوال اليوم في المدرسة يمكنهم أيضا ارتداء نفس الملابس في الشارع وهذا الأمر منتشرا أيضا بين المشاهد كوريا الشمالية في البلد الجار لا توجد أي اختيارات والزي المدرسي يعتبر إجباريا من قبل السلطات حيث ترتدي الفتيات فساتين بينما يرتدي الأولاد قمصان وبناطيل ولكن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في المنديل الأحمر ولا يسمح بدخول أي طالب بدون ارتدائه في العنق لأنه يدل على دعمهم للحزب الحاكم في كوريا الشمالية بقيادة كيم يوم روسيا في التسعينات تم إلغاء نظام الزي الموحد ولكن منذ عام 2013 عاد النظام مرة أخرى بعدما وضعت كل مدرسة قوانينها الخاصة لهذا يطلبون ملابس مميزة وبسيطة وعادة ما يكون الجزء الأعلى باللون الأبيض والأسفل باللون الغامق وكل شخص يستطيع ارتداء الطراز الذي يفضل الهند أغلبية المدارس الهندية لديها زي مدرسي إجباري وقواعد مشددة وعادة ما يرتدي الأطفال قمسا بأزرار وأكمام قصيرة مع بناطيل قصيرة وجوارب وحذاء غامق اللون بينما ترتدي الفتيات سطرة طويلة حتى الربة وسروال وحذاء اكتب لنا في التعليقات لو نزي مدرستك الآن وصلنا لنهاية مقطع دينا ندعوكم لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر